يا الله يا الله هذا الموقف يا جماعة وكل ما تذكروا نفسي أنساه نفسي أنساه ليش؟ لأنه صار بالحرم تخيلواه صار بالحرم هذا الموقف النفسي إني أنا أنسى يجي واحد وصف جمل بزوجتي بالضبط كتفو كتف زوجتي أنا هنا خلاص فقدت عصابي فلنه إيش كلت الحياة هذه أنا شف اسم حروم إني أدخل بلدي يا جماعة وعمري بحياتي ما شفتها ولا تمتعت فيها رغم أنها واحدة من أجمل بلدان في الدنيا السلام عليكم حياكم الله وبيياكم في حلقة جديدة من سلسلة سؤال وجواب حطت الكم بوست على المنتدى وحكيت لكم اللي حاب يسألني أي سؤال يتفضل يسألني في الله الآن نفضل سألتكم واحد واحد ونجاوب عليها السؤال الأول بيحكي كم تكلفت يوم أو أسبوع واحد عفوا في جنوب أفريقيا لا نزل جنوب أفريقيا قعدت أسبوعين الأسبوعين عملت فيها فعاليات كثيرة على فكرة المصريف في جنوب أفريقيا عادية متوسطة مش كثير غالية لكن الفعاليات هي اللي غالية يعني بمعنى أنك لما تنطف من فوق جسر أو لما تركب بايكينج أو أنه مثلا تعمل أي فعالية هي اللي هي اللي فلوسها أكتر يعني فتكلفت أسبوع واحد إذا أنت شخص واحد تقريبا تقريبا يحدود الخمسة يعني تقريبا تحكي بين 1500 دولار إلى 2000 دولار تقريبا السؤال الثاني أو الأسئلة الثانية من مسلميس كانت أول سؤال كم عمرك وعمري 30 سنة السؤال الثاني كم عندك إعيال أولاد أو بنات عندي ولد وعندي بنت السؤال الثالث ممكن تطلع شخص تاني مع قير أبو لجين هو حصل فعلا بطلع معي أكثر من شخص باللايف لكن أبو لجين للأمانة يعني شخص الله يطيع ألف عافية بيافض من وقته من مجهوده وبيعطيني بلا مبهض فقط هيك وقفة صديق مع صديق وجزاء الله خير فهو أكثر كمان فعالية الناس بتحب تسمع له دايما فيس ممكن لكن الأبو لجين حنين هو الأكثر تواجد السؤال الثالث كانت تحس أي سنة دحمة كان أكثر اللهم لك الحمد 20-24 نزلت فيديو جاب مليون ومية مشاهدة فيس هذه السنة وإن شهر السنة اللي جاي أكثر اللي بعد أكثر اليوتيوب بده شوية صبر فكل مكان عندي صبر كل مكان إن شاء الله النجاح حليفنا بإذن الله وبدعمكم أكيد السؤال اللي بعده من ناجد حكت هل ممكن إنك تفتح قناة عائلية أكيد لا أنا شخص نوت من بالخصوصية الناس اللي بتطلع مع عوائلها على اليوتيوب كل الاحتراب منها كل الاحتراب لكن كل شخص عنده عقلية أنا شخص ما برضه هذا الاشي وبحب دايما إن تكون عائلتي لحالها يعني هذا الاشي لا يقلل من الناس اللي بتطلع عائلتها لكن أنا بحب بحب إن عائلتي تكون بعيدة عن أضواء أفضل لهم عقليا وكمان أنا شخص ما بحب إن عائلت تظهر على العلن لا خلص هيك عاداتنا وهيك تقاليدنا فأنا بحتل أي شخص عادته بتقاليده إن عادي يطلع عائلته وأي شخص عادته تقاليده إن لا ما يطلع عائلته سؤال من SSDF بيحكي لي حلم ما حققته للأمانة هذا الموضوع جدا جدا بحزني بس أتذكره فأنا عندي حلم من أحلامي هو إنه أدخل على بلدي أنا شخص فلسطيني عمري ما دخلت فلسطين ولا شفتها شفت بوست من يومين عن فيسبوك شخص بيحكي أنا غزاوي عمري بحياتي مشفت عاصمة بلدي إن هي القدس تخيلوا غزاوي عمره أكتر من 35 سنة ولد في غزة عمره بحياته وما شاف عاصمته لأي درجة هذا الإشي بيحس في بانه أنا شخص من الأشخاص اللي بس أتذكر أهلي ووطني ببكي ليش لإني ما عندي هذا الشعور ما عندي شعور إن أنا ماشي على أرض وأحكي هذه أرض أرض وطني فأمسك تراب وطني ما عندي شعور إنه والله لازم أحس من بلدي لازم أنشر الثقافة والوعي بلدي لازم أعمل إشي لازم أن ترشح فضر لمن بلدي حتى في بلدي تكون أفضل ما عندي هذا الإشي كله أنا نحرم منه وبتمنى الله سبحانه وتعالى يفرجح على أهلنا ونرجع لبلادنا ونشوفها أنا شف اسم محروم إني أدخل بلدي يا جماعة وعمري بحياتي ما شفت هورد ما اتتعت فيها ورغم أنها واحدة من أجمل بلدان في الدنيا فيا رب ينصر أهل غزة ويوقف العدوان لعليهم يا رب ونرجع هناك باللايفات فشكرا جزيلا يا صديقي والله يا ربي يتمم ما حبتنا وأحبك الله الذي أحببتني فيه فيه تعليق حلو أو سؤال حلو بتحب العدس العادي تبع المجدرة ولا العدس المجروش الشربة شو بحب أحكي لك إيشي إنه أنا زمان قبل الجامعة كنت إنسان مقنف لما أجع البيت وإمي تحكي لي مثلا أنا عاملين عدس آه عدس استغفر الله العظيم العدس نعمة فكنت مقنف لكن لما رأيت خمسة سنين على الجامعة بالأردن وكنت عزابي لحالي شتكت لأكل أهلي فعسيت إنه أي أكل أي أكل بقدامي باكله حاليا أنا ما بحكي على أكل باكل كل إشي للأمانة اتعلمت وتربيت خمسة سنين ستعرف إنه المجدرة اللي مش عاجب لك هذه حلم لأي شخص عزابي فياس وكمان أنا بدعو هذا الإشي بدعو إن الناس دائما تكون مش مخنف على الأكل وتكون سلسة وتحب إنه تاكل أي إشي لأنه هذي نعمة من عند ربنا غيرنا مفتق دينه وإحنا شايفين كيف أهنا بغزة بعانو الله يكون نعاهم السؤال من موقف النمت إنك تسرعت في يا الله يا الله هذا الموقف جماعة وكلنا تذكروا نفسي أنساه نفسي أنساه ليش لأنه صار بالحرم تخيلوا صار بالحرم هذا الموقف النفسي إني أنا أنساه الموقف اللي صار يا جماعة شوه كنت في الحرم وكان في موعد صلاة الدور أو العصر ناسي بالزبط إيش فيه فكان معي عيلتي فحكت لهم خلص إنتوا صلوا في مكان ما فيه نساء وإحنا ما صلي مكان فيه رجال كان فيه خط أو خط مصليين لنسوان موجود فهم راحوا صلوا معهم فجأة بلاقي ورانا صار فيه خط إيش 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 فبالخلص مصلي لغم أنه بالحرم يعني مش دايماً بتلاقي فيه ترتيب والله النسوان لحال والرجال لحال لا خلص أحياناً بيصير فيه ميكس بس ميكس في الخطوط يعني صعب أنك تلاقي واحد بصلي جنب واحد ألا يعني الخط قدام ولورى الرجال ووراهم نساء يعني هيك أحياناً بتصير هذا الإش في الصح لا بس ممكن بره بيصير فاللي حصل إنه عيلتي قدامي وأنا وراه بصلي عيلتي تقريباً في آخر الصف فصار ييجي صف رجال يصفوا جنبهم فييجي رجل شخص آخر ويجي شخص آخر ويجي شخص آخر مرايت ما صار فيه مكان لشخصين بس جنب عيلتي فأحنا ما تطنع وأنا بصلي يا خير متوتر مش حب أنه حدا ييجي كتفه بكتف عيلتي يعني هذا الإشي مش مقبول فجأ ييجي شخص كمان فصار مكان رجل واحد بس جنب عيلتي فأنا خلاص ولعت صرت أقول خط أروح أنا أقدم قدام وسكر على الخط ولا إيش أعمل طبعاً كل هذا التفكير بثواني يعني ما لحك تأخذ أي رد فعن فتفاجأ إيجي واحد وصف جنب زوجتي بالضب كتفو كتف زوجتي أنا هنا خلاص فقدت عصابي خلاص خلاص تسيت إن أنا بالصلاة أساسا الله يغفر لي سبت الصلاة وروحت ملباشرة ودف بيت ويك في النص قلت له إيش قلت الحياة هذه قعب بتصف جنب حربة وبتصلي جنب عبا جنون أنت طبعاً هو الله يزاك خير يا رب ويغفر لي ما هتكلم معي ولا كلمة حتى إني دفيت وظل إن أظنه ممسك في صلاة أنا أوقف في النص بينه وبين زوجتي وخلاص هيك هو أساسا حسبي الله قلت أدب حتى في الحرم أنا هي قاعد بحكي وكبرت وكملت الصلاة هو مات مطول جنبي فك صلاة وسلم ومشي وهذه حركة الذكاء أحكي لكم ليش طبعاً أنا بصلي الله مالك بالناس مالك الناس إلهي الناس معصب معصب فأخلصني الصلاة إهديت شوية شوية لكني برضو إيش يعني بنت أشوف وينه هذا وين وينه فكنت كاعد بربط بيبوتي أجل لكم الله لقيت واحد إيجا وباس على راسي من فوق قل لي حقك حاليا أنا آسف أنا غلطان ما كان المفروض أن أسويه عارفين زي كينا كون معصب واحد دف يعني كب عليك مية باردة أوه هديت فأنا مسكته هيك قلت له وأنا كمان بعتذر منك حقك حاليا يعني الأمانة هذا الموقف أنا ما كنت أثمنه أنه يصير أبداً مش عارف حق بي مش حقي معي حق ما معيش حق ما أبعرف لكن هذا اللي حصل حسيته نار جوايا كيف أنه تجرأ ويصالي جنب حرما وبنفس الوقت من كان رد فعلي كان مبالغ فيه عموماً هذه كانت الأسئلة شكراً جزيلاً لكل الناس اللي سألتني يعطيكم أنفع فيه مش حابة طول حقاً أكثر من هيك ونراكم إن شاء الله في حالة جديدة من سلسلة السؤال وجواب في أمان الله